بالرغم من مزاعم بوجود دور نغاثي لمؤسسات إنسانية دولية تتفاقم معاناة سكان أرخبيلس قطرى إنسانياً واقتصادياً بسبب الأحداث التي تجتاح البلاد غلاء الأسعار وغياب الرواتب وترد الخدمات وبعد الجزيرة وعزلتها جعل من الحياة أكثر تعقيداً بعد سيطرة ميليشيات الانتقالية الانقلابية على مؤسسات الدولة تزعم السعودية من خلال مركز سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية أنها قدمت مساعدات إنسانية لليمن بإجمالي أموال تفوق 18 مليار دولار حسب تصريحات وزير الخارجية السعودي وهي أموال يشكك اليمنيون في حقيقتها فضلاً عن التشكيك في أجندتها الإمارات هي الأخرى أتت بمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية إلى جزيرة سقطرى بحجة العمل الإنساني لكن أعمالها على الأرض أبعد ما تكون عن الأعمال الإنسانية إذ تستولي على المؤسسات الحكومية كمؤسسة الكهرباء وتصدر تعريفة جديدة تثقل كاهل المواطنين وتمتلك محطات للنفط والغاز ومحلات تجارية ومراكز للتموين الغذائي تبيع بأسعار مضاعفة وقبل ذلك كله دعمت الإنقلاب على السلطة المحلية وأشرفت عليه من خلال مندوبيها العسكريين الذين يعملون تحت لافتة الأعمال الإنسانية واستقطبوا مرتزقة من خارج الجزيرة لتنفيذ الإنقلاب على الشرعية ومؤسسات الدولة التي جرفتها من خلال أدواتها وميليشياتها الإنقلابية تحت مسمى الإدارة الذاتية قبل الإنقلاب ضبطت السلطات الشرعية أموالا غير قانونية عبر المطار والميناء دفعت بها الإمارات إلى الجزيرة لجراء ذمم ضعفاء النفوس مقابل التخابر ضد السلطات المحلية بارجات وبواخر بحرية إماراتية كبيرة ترسو من وقت لآخر في ميناء سقطرة باسم المساعدات الإغاثية وسرعان ما اكتشفت السلطات المحلية حينها أن في طيات تلك البواخر المئات من الحاويات الضخمة لا يوجد بداخلها سوى الأسلحة والمدرعات والآليات العسكرية والتي ساهمت في العملية الإنقلابية على الدولة وحتى هذه اللحظة يستمر تدفق الأموال الإماراتية إلى سقطرة باسم مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية عبر مطار يوميناء الجزيرة الذين تسيطر عليهم الإمارات لشراء المزيد من أراضي المواطنين وإغرائهم ببيع ما يمكن بيعه من الأملاك والثروات الحيوانية والسمكية والآثار ونوادر الطبيعة التي لا تقدر بثمن تذهب الأموال التي يفترض أنها لأغراض إنسانية إلى عمل آخر غير إنساني مهما زعمت تلك المؤسسات الخيرية والإغاثية أنها تعمل لأجل الإنسان اليمني سيما وأنها هي من تقود الحرب عليه منذ سنوات خلت